وبذات السياق استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في مركز مؤتمرات المغتص بموقع عماد السيد المسيح رؤساء الكنائس الإنجليكنية في العالم الذين عقدوا اجتماعاتهم في المملكة وأكد جلالته خلال اللقاء أن الأردن ملتزم بدوره التاريخ والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات مشددا جلالته على ضرورة التصدي لأية محاولات من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة أو المساس بهويتها